في حاجة اسمها مخطط يا سالي يعني ايه مخطط يعني زي بالزبط ايه بيشبهها بالكادمة انتي لو انتي عند الكادمة او انا لو عندي كادمة مش هنحس بيها لما لحد جاه ضغط عليها هتوجه ولو ضغط زيتها واجه ازيت في ازيت في ازيت اول مخطط حصل عندهم لما هو جاه يخطبها ايه اللي حصل اولا في علاقة تكافلية ما بينه وبين ممتو يعني ايه علاقة تكافلية يعني ايه الام بتحبه حب مشروط انت هتعملي وتعمل لاخواتك وي 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 وده اللي ظهر بعد كده هوت لما حصلت بيقولهم انا احنا عايزين فلوس بي على طول يدي لهم على طول بالزبط كده هوت وجبنا لك واحدة تخدمنا في البيت ببلاش وبتاخد الاكل ونطلع ناخد الاكل مغير حتى مانقوش واحنا اصلا مش راضين عنها وانت علشان ترضينا اوكي لازم تعمل وتعمل وتعمل لنا احنا بس وجملة انتي تتغيري انما اهلي ما يتغيروش دي ايه يا غد دي تحكم زائد دي سكيمة يعني ايه بقى لا انا عايزة كلامك ده مخطط اه يعني ايه مخطط يعني هو من الصغر ما اشبعتش لديه مامته حتة اللي هو التعلق الامن حتة ان انا قدي الابني اللي يخلص اكله انا هحبه اللي هيجب لي ورد انا هحبه اللي يسمع الكلام انا هحبه ولا انا ممكن احبه من غير كل ده ما هبني وده الصح صح حب المشروط لازم تديني 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 علشان ارضى عنك طب ايه رأيك بقى في اللي بيستخدمه العيال ضد بعض وده بقى الاغلبية برضو في المجتمع يعني انا دايما عمري ما بعمم بس الجيل اللي بقيت اشوفه انتم طلعين جيل مشوه ده بابي مش عايزة شوفنا حتة لو او مش عايزة شوفها انا اقول له ان ابوك مش عايزة شوفك اقول له ان ابوك ما جابش فلوس اقول هالو بس اقول هالو ازاي ازاي اقول له ان بابي فيه مميزات كذا وكذا وكذا والعيوب كذا وكذا وكذا طب انا محتاجة منه ايه انت محتاج منه ايه انت دورك ايه وانا دور ايه يفهم الكلام ده يا غادر اه طبعا بشويش وبان انا افهم هالو ستاب باي ستاب هيفهمها وحخلهله على مواقف حياتية مش مجرد ان احنا لقا بكلمه كده هوت بحاجة احنا مش فيها لقا انت عايز ايه وبعدين اقولك على حاجة اهم حاجة الاطفال يتعودوها ان هما يتضربوا على القيادة ازاي اقود يعني من فهو ده اعلمه كده من هو صغير اقول له يعني حبيبي احنا خلاص بقينا دلوقتي منفاصلين انا واباك فاحنا دلوقتي هنعيش حياة هتبقى عاملة كذا 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 واقول له انه محتاجة تبقى الراجل بتاعي في البيت ولا ده يخليه مسؤوليه كبير هو ده بقى اللي بيعمل الاتكالية صح ولا بيعمل ايه ولا بيخليه معتمد علي في كل حاجة ولا دي بتعمل علاقة عاملة ازاي بتعمل بني ادم قوي من برا وهش من جوه ما انا راجل فلازم اوري لمامي ان انا راجل يعني انا سعب بشوف امهات تقولك اصلي ابني زعقلي اصلي بيغير علي اصلي بني ما تتأخريش يا مامي هو ده دوره لا مش دوره انا ابني زعقلي واني ما تتأخريش يا مامي ليه يا حبيب ليه تقول لمامي لما اومد رب دور في كلك اصلي 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 بالامان لما تبقى مامي معاه عشان هي مامي ادت له ان هو الامان لكله في الدنيا معاه انا بس والاطفال اللي بيقعدوا تكلموا وامهاتهم على طول انه فيديو كال انه انت فين يا مامي انت بتعملي ايه انت بقى مين يا مامي ده عادي ملك مامي بقى لا ما انا بقى مامي ملك ده محتاجي يشوف نفسه شوي عشان يرجع لكم حلو في البيت بالزبط عشان ما اقومش برضو تاني اضربكم كلك عارفتي حاتة اللي هي بقى اللي هي فك الاعتمادية ازاي انا ليه وقت يا جماعة انتوا ليك وقتك وفيه وقت قامل ما بيننا وبين بعض بفك اعتمادية اصلا مع ولادي مع جوزي ده اهم حاجة ايه وقع اللي حصل ده عليها نفسيا لما امي اتخذ منها عيالها هو اني اقوى غريزة الامومة ولا غريزة الحب للزوج يعني لو خيروني بالتنين الواحدة بتختار يعني انا ما عنديش عيال فما عرفش اني اقوى اكيد الامومة اقوى من اي حاجة اكيد طبعا دي غريزة في المرأة يعني الستة تعرف تعيش من غير راجل طول عمورها لكن تعرفش تعيش من غير عيالها لو اتخذ منها عيالها اه طبعا ده لامهات الاسوياء بس في امهات غير اسوياء بتبقى اتربط في الشخصية يعني اللي بتخرج عن القعدة دي تبقى هي اللي غير سوية مش احتياجاتها غير اه طبعا يعني ايه احتياجاتي احب واتحب وقعود اتشرب شراء العصاري ونسمع الست ونقول كلام حلو في ستات بتبقى اكيد ده اهم من الامومة ان انا ربي عيال واطلع اجيل حلو واتحضن كل يوم حضن بريق من غير اي حاجة في الدنيا بيحبني كده لله انتي بتقولي حضن بريق فيه كم ام بتحضن اولادها بجد اه طب ليه ما بيحضنوش يعني بتبقى عشان ايه عشان ما فيش وقت عشان باشتغل هنا وهنا وهنا وبابي مش موجود ساعات وكده هوات فانا باخد دور الاب والام وبانسة نفسي وبابي بيسيبني وما بيقديش دوره بشكل سليم فما فيش اللي هي الحنية ديات وانا صغيرة اه طب مادهاش لأولادها